إذن في برضو يعني وراء حلول اللي عم بدوروا على شغل بالناس اللي عم تدرس بتشوف نتيجة دراستها عم بشوفك يعني وأكنك عم تاخد فترة راحة بس أنا عم بحكي لك مش وقتها لكن بقولك ما يعني أنت تارك هيا تارك الدراسة ورايح ترتاح فعم بقولك لا خفف من هاي الطاقة وارجع لعقلك وارجع أدرس مش وقت الراحة بدك تعتمد أكتر على جهوداتك في الدراسة وعم بشوفك يعني مبسوط من هاي الناحية من ناحية الدراسة وكأنك عم تدخل يعني مجال أو دخلت مجال أنت بتحبه أو عن رغبة أو بتسعى لتخصص معين لشغلة معينة وعم توصلها في النهاية لك عم بشوفك مشاكل بعدين وأكنه في معارضات على السفر بعدين عم بشوفك لا بتحتفل وعم بيكون في خطوة اللي هي ناحية فيعني عم بشوف كي فرصة منيحة وحلوة لبرج الدلو بالنسبة للسفر بس كمان على الأكتر يعني تغيير مسكن مش تغيير شغل لا الشغل بتهيئ اللي ثابت لكن تغيير ممكن مسكن أو تغيير في في مسافة ممكن تقطعها بهاي الفترة أو رح تسافر حتى ممكن لمنطقة في داخل دولتك للاحتفال بموضوع معين بس بشوفك عم تتعب لحتى توصل لمرحلة السفر وكنه في مراحل كتير انت مرت فيها وعم تمر فيها لكن عم بشوف على خير إن شاء الله وعم بيكون في سفر خلينا نشوف القراءة العاطفية إذا بالقراءة العاطفية أول إشي رح نبلش بالعزاب اللي إحنا دايما بنهملهم يعني أكتر إشي بنركز على المنفصلين فخلينا نشوف للعزاب هل في فرصة جديدة ولا لا أو في شخص قديم ممكن يظهر أو على حسب نشوف كيف إذا بالنسبة للعزاب لبرج الدلو أول كرت حلو ثاني كرت حلو بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة كنت عم تشهر إنك سعيد بس فيما بعد اتضح لك إنه هاي مش سعادة حقيقية ومش هذا الحب الحقيقي اللي ممكن إنه تكمل فيه لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم اتضح لك فيما بعد إنه لا هذا العالم وهمي وأنا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكذا يعني بفان جرحت كتير في هاي الفترة الماضية عم بشوفك بتكون سعيد فيه خبريات حلوة فيه شغلات كتير حلوة عم تسمعها وأكنه ممكن يكون فيه شخص ممكن من طرف صديق ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينك وبين هذا الشخص لأنه ما عنده هاي القدرة أو الجرأة إنه يبلش في العلاقة أو يعني يحدد حتى نوع العلاقة مش عارف شو بدي يحكي لك بس هو بدي إياك يعني مبين إنه كتير عاجب وكتير حابب إنه ياخد خطوة لكن هذا الصديق عم بيساعده إذن للعزاب فيه احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص ممكن تكون الأبراج مائية هوائية أكتر إشي يعني طاغي على الورق ناري ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري عم بيكون اللي هو مش متهور عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة أو ما عنده هداك النضوج أو مش كبير بالسن ممكن تكون هاي من صفاته شخص مش طويل ولا قصير يعني مظهره كتير حلو لا نبين فيه شخص بالطريق وممكن يكون فيه شهر تموز خلينا نتأكد بس هو شخص إلو مكانة يعني في المجتمع في إلو مكانة منيحة حلوة فيه عنده كل الأدوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا فهو بس حيبلش من الصفر معاك يعني ما حيجي يقولك إنه خلص نتزوج لا حيبلش معاك من الصفر يتعرف عليك فنش عارف أنا شايفي هذا الشخص إنه مناسب وحلو لبرج الدلو إذن ممكن يكون برج ناري أو مائي هذا الشخص خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو لبرج الدلو لبرج الدلو للمتزوجين عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تتهتم زيادة عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء فهذا الشي عم يزعل الطرف الثاني منها وعم بيحاول إنه يوصل لها معلومة إنه خففه شوي اهتمي فيه شوي بس إذن هذه هي كتير عم وفي الطرف الآخر طبعا هاي كانت الطاقة الأديمة عم بشوفه بيلمح الزوج وأكنه في وأكنه إنه حاب إنه يكون فيه تغيير بهاي العلاقة وتجديد فيه أشخاص عم ينقصوا عليكم حياتكم ممكن حياتكم الزوجية لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب يكون فيه ناس تدخل فعم بيكون كتير صارم في الموضوع فيه حمل ممكن يكون فيه احتمالية حمل لكن مش كتير كبيرة 60% للناس المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل فيه حمل بس شهر تموز 60% بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه فيه طفل فيه رضيع يعني في القراءة لكن هو مش جنين يعني هو رضيع فممكن يكون فيه بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين اللي مش متزوجين واللي مش تاركين مش منتصلين اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين فخلينا نشوف ايش نوايا الحبيب نوايا الشريك نوايا الشريك لبرج نوايا الشريك يعني فيه ضبابية بهذا الكرت شوي ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور لسه ما تضحط هو ضايع بين قرارين أو انت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية ففيه عم بختار شخص من تنين فيه امكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما لها أهمية عم بشوفك يعني وكأنه انت منتصر على إما طرف ثالث أو على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض هل فيه زواج مثلا؟ ممكن يكون زواج فيه احتمالية أن يكون فيه زواج لكن مش فيه تموز لكن حتحسي حالك أو حتحس حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك هو عم يطومنك في تصرفاته عم يعملك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة عم بغار عليك بشكل كبير أنت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع هذا الشخص كمان يعني رح ياخد القرار وهو عم يدرس الموضوع بأكتر من طريقة فهو بطيء في اتخاذ القرارات لكن أنا شايفه بوادر خير يعني اللي حديث الآن يعني شغلات حلوة عم تطلع بيّن عندي إنه معجب فيك من ناحية أو فيك من ناحية الشخصية أكتر شخصيتك عم تعجبه أو عم يحس إنك أنت عم تكمليله شخصيته عم بتكونوا متكاملين هو هيك عم بحس أكتر شيء بالنسبة إذن للمرتبطين خلينا نشوف المنفاصلين إن شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمنفاصلين اللي تعبانين لهم فترة إذن للمنفاصلين أو المطلقين في اللي هو اللي هو اللي هو من الله ترجمة نانسي قنقر